حيث ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن رئيس أركان الجيش الجزائري ونائبي وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح فارق الحياة اليوم إثر سكتة قلبية بحسب وسائل إعلام جزائرية. إذن نذكر مجددا متابعينا ذكرت وسائل إعلام جزائرية أن رئيس أركان الجيش الجزائري ونائبي وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح فارق الحياة اليوم إثر سكتة قلبية. طبعا أحمد قايد صالح هو من موليد الثالث عشر من يناير كانون الثاني عام أربعين. ولد في بلدة عين يقوت بولاية باتنا في الجزائر. طبعا انضم قايد صالح لجيش التحرير الوطني الجزائري. إنما كان يبلغ من العمر سبعة عشر عاما وذلك في عام سبعة وخمسين. طبعا أحمد قايد صالح وبعد الاستقلال تلقى دورات تدريبية في الاتحاد السوفيتي السابق. تخرج منها بشهادة عسكرية من أكاديمية فيسترل. وشارك في حرب الاستنزاف في مصر عام ثمانية وستين. هو تدرج في السلك العسكري حتى وصل لرتبة لواء في عام ثلاثة وتسعين. حيث تولى قيادة منطقة عسكرية. وفي العام الفين وأربعة تولى قيادة القوات البرية. ثم رقيا عام الفين وستة لرتبة فريق. وتولى رئاسة أركان الجيش الجزائري. إذن نذكر مجددا لمن يتابعنا الآن. ذكرت وسائل إعلام جزائرية. أن رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح. توفي إثر سكتة قلبية. بحسب ما ذكرت وسائل إعلام جزائرية. طبعا أحمد قايد صالح هو من أبرز قيادات الجيش الجزائري. خلال الفترة العشرية السوداء كما يسموها في الجزائر. والتي شهدت حالات من العمليات الإرهابية. والتمرد بفترة التسعينات. حيث قتل أكثر من مئتي ألف شخص في تلك الاشتباكات أو الحرب الأهلية. كما يسميها البعض. طبعا نذكر. ذكرت وسائل إعلام جزائرية بأن رئيس أركان الجيش الجزائري. إذن أحمد قايد صالح توفي اليوم إثر سكتة قلبية. طبعا كثيرون يعتبرون الفريق أحمد صالح منذ ذلك الزراع اليمنى لبوتفليقة. حيث تردد أن قيادة الاستخبارات السابقة. وعلى رأسها محمد مديين أو ما يلقى بالجنرال توفيق. كانت تسعى للإطاحة بالرئيس خلال وجوده في فرنسا للعلاج. الرئيس طبعا بوتفليقة. لكن بعد ترقيته لمنصب نائب وزير الدفاع. تمكن قايد صالح من الإطاحة بعدد كبير من كبار ضباط الاستخبارات. كذلك يذكر أنه خلال غياب الرئيس الجزائري بوتفليقة. اعتبرت أحزاب وشخصيات الجزائرية منصب رئيس الجمهورية شاغرا. ما يستدعي طبعا تطبيق المادة الثمانين من دستور الجزائري. طبعا بعد عودته شكك كثيرون في قدراته على ممارسة صلاحياته كرئيس للدولة. وقائدا أعلى للقوات المسلحة.